مع تدعية العضوان المتواصل على قطع غزة وفي هذا الخصوص أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية تقريرها الشهرية الرابع منذ بدء العضوان على غزة وتضمن إحصائيات وبيانات حول جميع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الثقافية والشهداء من الكتاب والفنانين في القطع التقريير ذكر أن أربعة وأربعين كاتبا وفنانا وناشطا في حقل الثقافة قد استشهدوا خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى جانب تضرر 32 مؤسسة ومركزا ومصرحا بشكل جزئي وكامل وشملت الأضرار أيضا تضرر 12 متحفا والمقتليات الموجودة فيها كما تضررت 9 مكاتب عامة وثمانية دور نشر ومطابع التقرير مشاهدين أورد بأن قرابة 195 مبنى تاريخيا يقع أغلبها في مدينة غزة تم هدمها بشكل جزئي أو كامل إلى جانب تضرر 9 مواقع ثراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءا من ذاكرة القطاع وقالت الوزارة إن هناك عمليات سرقة مهولة يقوم بها الاحتلال للمقتنيات الفنية والثراثية والأثرية